مرحبا بها الحلقة بدي احكي عن مسألة الخيمتين طبعا مزارع الشبعة وضم الجزء اللبناني من قرية الغجر من قبل محاولة قضم الجزء اللبناني من قرية الغجر من قبل العدو الإسرائيلي المفاوضات الدائرة حاليا سواء مفاوضات يقودها الأمريكيون بصورة غير مباشرة أو كمان الأمم المتحدة واليونيفل بصورة غير مباشرة أيضا قبل مفاوض بالتفاصيل بيتمنى تتابعونا على صفحاتنا صفحات المحطة على يوتيوب فيسبوك تيك توك تويتر وإنستغرام واللي بحب يساهم بإنتاج المحتوى بدعم إنتاج المحتوى بالمحطة بيقدر يساهم عبر لينك باتريون الموجود بيمرق على الشاشة وموجود بالدسكريبشن تبع الفيديوهات بأيار الماضي حسب ما أعلنوا بعض الصحفيين الإسرائيليين في مجموعات مسلحة طبعا من المقاومة في لبنان نصبوا خيمتان بعيدة عن خط حدود مزارع شبعة حوالي 30 متر داخل أراضي مزارع شبعة يوم جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقم بأي ردة فعل يعني ضابط المسؤول عن المنطقة رفع الأمر إلى قائده قائده رفع إلى قائد المنطقة الشمالية وصلت لرئيس الأركان لم يتخذ أي إجراء لإزالة هؤل خيمتان لوصلت القصة للمستوى السياسي وكمان بالأول حاولوا يطمطموا الخبرية إلى أن نعرف الموضوع هذا اللي صار حاليا أنه في عدد هائل من رسائل التهديد اللي وصلت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من القيادة السياسية بكيان الاحتلال لبنان لحزب الله عبر الأمريكيين عبر الأمريكيين عبر الأمم المتحدة عبر دول أخرى أنه يا بتنشيل هو الخيم حتى بالإعلام الإسرائيلي صاروا يقدوا مراجل أنه أو بينشيلوا الخيم أو نحن ما عنا مشكل أنه نروح على ولو كلف الأمر جولة قتالية أو أيام قتالية لإزالة هؤل الخيم ورجع يطلع وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الجيش الإسرائيلي بيقول يوقف جلانت يعني بيحكي أنه هني عم بفكروا بطريقة لإزالة الخيمتان من دون استخدام السلاح يعني وحكي عن قصص هندسية ما عرفنا شو هي يعني بيحفر الأرض تحت الخيمتان يمكن يزيحوا الأرض ما عرفنا بس أنه بجميع الأحوال معلقين الإسرائيليين اللي حكوا على الصحافة المكتوبة الإسرائيلية أو بالتلفزيونات أنه في قدر هائل قدر كبير حتى نكون دائين قدر كبير من الردع الذي فرضه حزب الله على جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى مؤسسة سياسية بالكيان أنه خيمتان هني عم بيقولوا داخل الأراضي الإسرائيلية وفي منطقة وفي أراضي إسرائيلية خاضعة للسيادة الإسرائيلية هيك هني عم بيقولوا وما في شيء اسمه أرض إسرائيلية فرغم ذلك أنه المنطق مثل ما كتب حتى أحد الصحفيين الإسرائيليين ألون بن ديفيد على ما أذكر بهيك حالة بتروحوا بتجيبوا هؤلاء الناس اللي تجاوزوا الحدود وبتحققوا معهم وبتوجهوا له انتهم وإذا بتكونوا تكونوا لطيفين بعد ما توقفون وتحققوا معهم بترجعوا بتردون على لبنان أي شخص بيجتاز أي حدود هيك عادة بتم التعامل معه فلكن بسبب الردع الذي فرضته حزب الله بوجه أو فرضته المقاومة بوجه جيش الاحتلال ما قدرت إسرائيل تتعامل مع هذه القضية وفق ما يجب أو ما هني بيتصوروا أنه يجب أن تقوم به بعد منا فاتوا الأمريكان على خط التفاوض وفاتوا كمان الأمم المتحدة سواء عبر المستوى السياسي بالأمم المتحدة أو المستوى العسكري يعني قوات الطوارئ الموجودة بالجنوب اللي هي اليونيفل وصار في رسائل سواء مباشرة عبر الأمم المتحدة واليونيفل لحزب الله أو عبر المسؤولين بالدولة اللبنانية أو عبر الجيش اللبناني أنه خلونا نحل القصة بالطرق الدبلوماسية بهذا الوقت جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمل الإجراءات اللي بلشها من أشهر حول بلدة الغجر بلدة الغجر اللي بتوقع على المثلث الحدود اللبناني السوري والفلسطيني هي بلدة سورية احتلتها إسرائيل سنة 67 في جزء من أراضيها لم تحتلوا سنة 67 اللي هو جزء لبناني في جزء آخر لا كمان أرض لبنانية احتلتها سنة 67 بفترة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب والاحتلال المستمر للجولان صار في توسع عمراني بهذه البلدة بلدة سكانة سوريين ولكن خاضعين للاحتلال فهودي السكان بيملكوا أراضي داخل الأراضي اللبنانية عقارات داخل الأراضي اللبنانية فصار في تمدد جغرافيا هناك جيش الإسرائيلي جيش الاحتلال هو عمليا مسيطر على هذا الجزء ومن 2006 لليوم كل تقرير أممي بيطلعهم بخلاف اللي قاله سامي جميل نائب سامي جميل رئيس حزب الكتائب اللي قال إنه موضوع الأراضي المحتلة هو أمر إشكالي شمال الغجر بالجزء اللبناني من قرية الغجر أبنا ما فيه أي إشكالية فيه واضحة وضوح الشمس أنه فيه جزء من الغجر هو لبناني وهذا الجزء من الغجر اللبناني من سنة 2006 لليوم كل تقرير يصدر عن الأمم المتحدة بما يخص التجديد لليونيفل أو بما يخص مراقبة الوضع بالجنوب بيذكر وبيذكر بيواجب إسرائيل أن تنسحب جزء اللبناني من بلدة الغجر أرض محتلة لا إشكالة على احتلالها فالإسرائيلي بلش إجراءات بالغجر منذ أشهر لورا هو كان بالسابق مانع سكان الكياني سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة أنه نيجوا على الجزء اللبناني من الغجر كمان كان سامح بس لسكان هيد البيوت أنه نفوتوا عليها وكان مانع ضائعة سياحية كان مانع السواح أنه نفوتوا عليها لهذه الضائعة بأيلول الماضي أيلول 2022 أعلن قائد قيادة المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أمير برعام أنه سيتم السماح للإسرائيليين بزيارة قرية الغجر اللبنانية المحتلة هك بحسب مكان وارد إنها اللبنانية المحتلة مش هو هاي لا لا وسائل الإعلام اللي نقلت الموضوع فإني سمحوا هيده طلعت بأيلول 2022 بسبعة أيلول 2022 يعني عم نحكي نحن من عشر شهور فيوما كان في إجراءات جغرافية أعمال هندسية جغرافية قام فيها جيش الاحتلال فيعمل مثل حاجز بين أراضي اللبنانية ببلدة الغجر وإمتدادة اللبنانة اللي صار بهوذي بالأسبوع اللي مرأه أو الأسبوعين اللي مرأه إنه جيش الاحتلال استكمل إجراءاته بهذه البلدة فهون صار فيه مسألتان للنزاع اللي يقلوا عليها بهذه الدائرة حاليا يعني مسألة الخيم يلي جيش الاحتلال عم يشكي منهم وعم بيقول بده ينسحبوا من مزارع الشبعة وفيه عندنا الأرض اللبنانية المحتلة هون طبعا هوده ما بيشبهوا بعضهم صحيح إنه أونيك خيمة وبتنفك وبتنحط سعة اللي بده وبكرة جاي الشتوية والتلج ما بنعرف إذا بده تضل وأصلا يعني خيمة واحد حاطة خيمة بينما هونيك لا فيه أرض وأصلا هي موجودة على أراضي لبنانية محتلة يلي هي مزارع الشبعة هونيك عنا الغجر يلي هي أرض لبنانية احتلها العدو الإسرائيلي وفيه خصوصية لسكانه لأنه هادي السكان إنه خاضعين للاحتلال من سنة السبعة وستين إنما الأرض هي أرض لبنانية محتلة باعتراف العالم كله حتى باعتراف إسرائيل نفسه باعتراف كيان الاحتلال نفسه فهلأ صار في عنا هود المسألتين اللي عم ينطرحوا وآخر مبادرة قاموا فيها الأمريكان والأمم المتحدة بس بعد المبادرة ما تبلورت تماماً إنه تسحبوا الخيمتان تتراجع إسرائيل عن الإجراءات اللي اتخذتها ببلدة الغجر يعني بيتفكك السياج اللي عملياً عم يفصل الضيعة عن عم يفصل الأراضي اللبنانية عن إمتدادة اللبنانة وبينمنع غير سكان هذه الضيعة إنه نفوتوا على هذا الجزء مننا على هذا الجزء من بلدة الغجر وإنه مقابل هايدي حزب الله بيسحب هود الخيمتان اللي حطن بمنطقة مزارع شبعة اللي إنه بعد حوالي 30 متر عن الحدود اللي إسرائيل محددتها للمزارع فلحد هلأ بعد ما في رد واضح حول هاي المسألة أصلاً حتى الآن الأمم المتحدة والأمريكان ما قدموها كمقترح رسمي للدولة اللبنانية الدولة اللبنانية عم يكون فيها أكتر من رأي ولكن صار فيه إجماع عند المسؤولين لأنه المسؤولين اطلعوا على المعلومات التفصيلية اللي بتحكي عن الإجراءات اللي اتخذها العدو ببلدة الغجر وبالجزء اللبناني من بلدة الغجر فهن بيعرفوا كتير من إحنا صار فيه اعتداء واضح وصريح ومن دون أي لبس ومن دون أي إشكالية يعني هون نرجع لحكي سامي الجميل يعرفوا أنه العدو إجا عم بيثبت قدم أراضي لبنانية مثل ما عامل ب13 نقطة تانين على طول الإحدود اللبنانية الفلسطينية من بعد 2006 حتى من 2000 فيه نقاط متحفظ عليها لبنان بيعتبر أنه هذه أراضي لبنانية العدو الإسرائيلي بيقولوا أنه هذه الأراضي إلوه وما في شيء إلوه يعني هي أراضي فلسطينية هي لأ بس هي مش أراضي فلسطينية حسب الموقف اللبناني الرسمي هي أراضي لبنانية 13 نقطة من النقورة وصولا للغجر في حكي هلأ عن أنه يستعاد أو إعادة فتح باب التفاوض على هذه المناطق المتنازع عليها هي منا متنازع عليها متحفظ عليها هي برجع بكذر أراضي لبنانية بدأنا من النقورة ولكن صرف النظر عن أنه المسار كيف رايح هلأ الموقف اللبناني الرسمي أنه يجب على العدو الإسرائيلي أن يتراجع عن الإجراءات التي اتخذها في بلدة الغجر هذه مسألة مسألة الثانية عم ينحكى كمان بموضوع الخيمي أنه بتنفكهم وبتنفكهم أنه أصلا مكرا جاي التلج وأصلا راح تنشال يعني هذا الحكي قالوا حتى بعض المسؤولين اللبنانيين قالوا بعض المسؤولين الأمميين فهلأ المفاوضات دائرة هون حول الخيمتين والغجر السؤال الأساسي هون هل ممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تصعيد تصعيد عسكري يعني اللي مبين بالوقائع الحالية أنه لا صحيح أنه نتنياهو محرج جدا حكومة نتنياهو محرج جدا لأنه في عندها مفاوضات عندها تظاهرات بالشير يعدد اقتراح مشروع ما يسمى إصلاحات القضائية إصلاحات القانونية والقضائية بالكيان في معارضة كبيرة من قبل الأقلية اللي بتعتبر حالة يسارية بفلسطين المحتلة بالكيان الإسرائيلي في اعتراض كبير من العلمانيين في اعتراض كبير مش من كل العلمانيين يعني مما كان يسمى اليسار بإسرائيل ومن شرائح أخرى كمان بمجتمع الكيان في انقصام جدة حول هذا الموضوع عادة لما بيكون فيه هيك انقصام الحكومة بتكون متحفظة شوي فما بتروح على إجراءات تراجعية مثل انها تتراجع عن الإجراءات التي اتخذت في بلدة الغجر بيكون صعبة علينا نتنياهو انه يجي يقول انه أنا مقابل خيمتين ما استرجعت لا أنا ولا جيشي اتعامل معهم كما هو متوقع واتعامل معهم بالقوة واما ترحت مقابل انه هول خيمتين اجي اتراجع عن الإجراءات اللي أخذت بالغجر وهو بيعتبر انه قد يكون تحت ضغط إعلامي وسياسي كتير كبير في حال اتخذ هذه الخطوة ولكن رغم ذلك الخيار الإسرائيلي حاليا هو الخيار الدبلوماسي ليش الخيار الدبلوماسي لانه منرجع للمقطة الأولى هي ارتفاع منسوب الردع من قبل حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بيعرفوا هنه انه اي جولة قتالية مع لبنان لن تبقى جولة قتالية قد تتحول الى حرب مفتوحة وحرب مش حرب مفتوحة الى حرب كبرى الى حرب لن يكون لها شبيه سابق بالحروب السابقة حتى بين يعني من السبعة وستين على الأقل ما رح يكون الى شبيه بما يخص الجبهة الداخلية بالكيان حتى بما بتشبه السبعة وستين بما يخص الحرب الداخلية بالكيان لانه الجبهة الداخلية بالكيان ما تأثرت بحرب السبعة وستين تأثروا ان الدول العربية اللي خسروا أراضي يومها فبجميع الأحوال في مستوى عالي من الردع يمنع العدو من اللجوء الى الخيار العسكري بما يخص الغجر والخيمتان او حتى باقي المناطق المتنازح عليها مثل ما صار وقت ترسيم الحدود البحرية مثل ما صار بأحداث كتير وعمليات كتير صارت على الحدود بالسنوات الماضية فمن المستبعد ولرغم مأزقه الداخلية لناتنياهو انه يلجأ لخيارات عسكرية ضد لبنان وهو جيشه في جزء كبير منه منشغل بالضفة الغربية اللي صار بجنين كان اكبر مثاله قبل جنين هني عم يحكوا عن اكتر من خمسين بالمية من القوة القتالية بجيش الاحتلال موجودة بالضفة الغربية المحتلة وبمنطقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وانه فهيد الوقائع بتخلي احتمال اللجوء الى الحرب هو احتمال منخفض جدا اللي صار اصلا انه حكومة كيان الاحتلال بعثت برسائل الى لبنان عبر الامم المتحدة عبر قوات الطوارئ الدولية قوات اليونيفل عبر الامريكيين عبر الاوروبيين انه هي ملتزمة بالخيار الدبلوماسي بكرة في خطاب للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى السنوية لحرب تموز 2006 والمتوقع انه يحكي عن موضوع الحدود عن ما اثاره الاسرائيليون بخصوص الخيمتين وعن الواقع الاساسية اللي هي الاحتلال الاسرائيلي الاجراءات اللي اخذها الاحتلال الاسرائيلي بالجزء اللبناني من قرية الغجر ورح مفروض انه خطاب السيد يحمل معه رسم لجزء من المشهد المقبل بما يخص هذه المسألة وهيدا الامر رح نظل نتابعه بالاسابيع المقبلة لانما من غير المتوقع ان تذهب الامور الى تصعيد عسكري اشتركوا في القناة